والقهوة يا جماعة الخير أبقلب لكم أنا على جويد القهوة يا جماعة الخير دليل على الكرم يعني دايم ما يقول الواحد فت أبعشيك تعلمي بعشيك لا يقول تعال بقهويك مع أنه العشاء يعني تكاليفه أكثر من القهوة بس القهوة تدل على الكرم حتى دل على الشعار دايم يتكلمون بكصايدهم بالقهوة يقول ولي هشربت الببس لا تلحقها كوك حنا هل الوجهة وقوم الرواقة أهل الدلال اللي بها الهيل مدكوك ووش يقول الشعر الثاني يقول يا كليب شبه النار يا كليب شبه عليك شبه والحطب لك يجابي حنا علينا نجيب ماها وحبه وانت عليك تقليط دلال العذابي سالفة الشعار وربطهم بالقهوة هذا يدل على الكرم ومادري تبون نعرجكم على الكرم؟ يعني مثلا بقولكم سالفة سالفة اللي قال القصيدة كليب شبه النار كليب شبه هذا كان موجود ببيت وقوته 24 ساعة هوالما لدرجة انه الشخص هذا اللي كان مسؤول على منطقة اميرة منطقة قاله الشبغة هذا قاعد يسوي الحركات هذه يعني بيثبت انه هو اكرم مني وانا اميرة منطقة فيزعلون منول بالكرم يعني تنافسون على الكرم وهذا شي حميد يعني قاله بيجي هنا بيوم براد وليل طويل علشان اغادي لو وصلت بيته القي قهوة ومهوالما طقوا عليه باخر الليل فتح ولا عسراج ولا هذا الامير موجود ولا قهوة والما زعل عليه الامير وقال له يعني شعندك انت تتسوي القهوة تبي يعني تمسك الكرم والشيخة قال لا والله هذا كله بفضل الله ثم فضلك فقال قصيدة بالامير ورضي الامير عليه العموم انا ابتال تسولف والصراحة ريحت قهوة ما تفوت شوفكم مكان ثاني بعد ما يخلص شحنه شكرا